مؤتمر باريس يجدد دعم لبنان ويطالب بانتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها السعودية والإمارات والبحرين تسحب صفراءها من قطر والدوحة لن ترد بالمثل في الخاص المساعدات الدولية بين الأموال الضائعة وطائرات الميج ليش الآن الواحد بتذكر أنه جيش اللبناني بحاجة لسلاح نجح لم ينجح الاتفاق الأمريكي الروسي حول أوكرانيا صباح الخير أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية ثلاث دول خليجية أقامت الحد مع الإخوان ولما كانت قطر إمارتهم ومركز ثقلهم والدعية لهم بطول الإقامة فقد أقدمت كل من السعودية والإمارات والبحرين على خطوة غير مسبوقة ضمن بيت مجلس التعاون الخليجي وأعلنت سحب السفراء من الدوحة من الأسباب الموجبة التي قدمتها الدول الثلاث أن قطر لم تلتزم تنفيذ ما تفق عليه في مجلس التعاون أما ما لم تذكره الأسباب علانية فهو أن أمير الكويت كان قد اصطحب أمير قطر إلى السعودية وهناك وقع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على تعهدات مكتوبة قضت بعدم دعم الإخوان أينما تمثلوا ووقف دعم الحوثيين في اليمن والحد من حملات الجزيرة ولجم خطب الداعية يوسف القرضاوي لكن الدوحة كما رآها المثلث الخليجي لم تفي بالتزاماتها وكان القرضاوي يصيح كل يوم جمعة من على منابر المساجد في قطر ملاحقا أمراء الخليج على ملياراتهم التي اكتسبوها من لقمة الناس مهاجما السعودية والإمارات التي دفعتان مليارات لعزل الرئيس محمد مرسي ولسوريا شبحها على القرار فالإمارات كانت تنأب نفسها وتترصد خطر الإخوان البحرين لم تنجو من أزمتها الداخلية والسعودية بدأت عهدما بعد بندر واتخذت سلسلة خطوات للحد من تسل المتطرفيها إلى القتال في سوريا وأوقفت أخيرا ثلاثين خطيب جمعة عن إلقاء خطابهم لأنهم تحدثوا في السياسة وأحدهم كان يحرد الشباب على حمل السلاح والنفير إلى دول تشهد ثورات وقلاقل الخليج كان يبدل أولوياته تحسبا من تلقف كرة النار السورية على أراضيه لكن الدوحة وقفت في الاتجاه المعاكس لهذه الدول وأبقت على زمن الإخوان ما أفقدها علاقة ديبلوماسية طيبة بمصر قبل الدول الخليجية الثلاث قطر قالت إنها لن ترد بالمثل وأدركت أن للقرار خلفيات أبعد من مصالح الشعوب الخليجية معتبرة في بيان لمجلس الوزراء أن قرار سحب السفراء جاء بسبب قضايا خارج مجلس التعاون الخليجي ومن المجالس غير المتعاونة إلى منتدايات التعاون المالي لكن على الورق حتى الآن فعلنية مليون نازح سوري رسميا إلى لبنان وما يفوق مليونين بشكل غير رسمي وتنسيقا لدعم الجيش اللبناني إن عقد في باريس مؤتمر تطغى آماله على أرقامه وفي مؤتمر مشترك مع الرئيس الفرنسي فرانسو أولاند أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان أن المؤتمر يعقد في ظروف صعبة يحاول فيها لبنان مواجهة تهديدات المتطرفين والأصوليين وتجنب سليمان ذكرى عبارات الجدل المتعلقة بالمعادلات لكنه قال نحن والجيش نصر على مواجهة انتهاكات السلام ووضع حد للفوضى وتطبيق القرار 1701 ومكافحة الإرهاب سليمان في باريس وحماية موقعه في بكركي مع بيان مجلس المطارين الموارنة الذي رسم سياجا حول الرئاسة والرئيس ولفت في البيان إدانة الغارة الإسرائيلية على أراضي لبنانية وتسمية خاطفي الراهبات تكفيريين إذن وقائع مؤتمر باريس لدعم لبنان في تقرير لمندوبنا رامز القاضي في أول اتصال مباشر ما بين الغرب وروسيا منذ الأزمة الأوكرانية حصل في قصر الأليزة في باريس المؤتمر المخصص للجنة الدولية لدعم لبنان ربما الخبر الأول كان طاغيا لكن ذلك لم يخفف من زخب التصريحات الداعمة للبنان اقتصاديا فغصت قاعة القصر الرئاسي بوزراء خارجية الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن أبرزهم الأمريكي جون كاري فيما تأخر الروسي عن الافتتاح إضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية ووزراء خارجية ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والنروج تقدم هؤلاء رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل سليمان ونظيره الفرنسي فرانسوا أولاند ووقف إلى جانبهم على المنبر متحدثا في الافتتاح جيفري فلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السياسية وزير الخارجية السعودي صعود الفيصل تغيب لدواع شخصية ومثله وكير الشؤون الخارجية في الوزارة الكلمات أجمعت على أن الدعم آتن وأن تأخر وأخض الدول على بدء تقديم الأموال التي وعدت فيها بالتوازي كانت مسألة دعم الجيش حاضرة بقوة نسعى لحماية ديمقراطيتنا والمؤسسات في لبنان إن رمزية هذا الاجتماع هي محاولة مساعدة لبنان وحماية شعبه بحثنا في تفاصيل الاجتماع لدعم لبنان على محاور عدة ولسيما الاقتصادية كي يتمكن من مواجهة تحديات الأزمة السورية سنعتمد على الحكومة لدعم الاستقرار في لبنان وأطلب المساعدة لتأمين الهدوء والاستقرار ونحض الدول المؤثرة على العمل لإبعاد لبنان عن النزاعات الدائرة والالتزام بتطبيق إعلان بعبدة مليوني سوري لجأوا إلى لبنان وشرف للبنان أن يستضيف مثل هذه الأعداد الدعم الدولي للبنان يجب أن لا يكون سياسيا فقط وعلينا أن نضمن له الحفاظ على أمنه واستقراره وتقدمه الاقتصادي فرنسا ستعمل لجمع الأموال لتوفير الاحتياجات للاجئين في لبنان وإمداده بمساعدات اقتصادية مهمة لا سيما تأمين القروض والسيولة كما أنها ستدعم توفير الأمن اللبناني والسماح للجيش بالحصول على المعدات العسكرية المناسبة عبر المنحة السعودية له البيان الختمي الذي وزعه لاحقا قصر الألزة لم يأتي مفاجئا إذ أكد المشاركون في المؤتمر على الدور الحاسم للجيش اللبناني في التعامل مع التهريدات التي تفرضها الأزمة السعودية على الوضع الأمني في لبنان وعلى طول الحدود المشتركة وأشاروا في بيانهم إلى دور الجيش الذي يقوم به في المساعدة في الحفاظ على الهدوء على طول الخط الأزرق مشددين على ضرورة العمل على تعزيز قوات المسلحة اللبنانية في مواجهة هذه التحديات تمر أن الصراع السوري يشكل عبدا إضافيا على لبنان داعين الحكومة اللبنانية للنسيق الوسيق مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للاجئين وأكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في المواعي المحددة ووفقا للإجراءات الدستورية والممارسات الديمقراطية وشددوا على أهمية حفاظ جميع الأطراف اللبنانية أعلان بعبدا وأدان المشتركون بشدة الهجمات الإرهابية المتكررة التي ضربت لبنان سرقت كييف الأنظار من الحدث الباريسي للمجموعة الدولية لمساعدة لبنان لكن رئيس الجمهورية ميشيل سليمان لا يزال يأمل في ترجمة هذا الحضور الدولي الكبير أموالا تقدم إلى الحكومة اللبنانية لمساعداتها اقتصاديا لسيما في ملف النازحين السوريين وفي المعلومات أن هذا الملف إلى جانب تسليح الجيش اللبناني سيحالان إلى مؤتمر روما من قصر الألزافي باريس رامز القاضي قناة الجديد تاريخ لبنان الطويل مع مؤتمرات الدعم تحت المجهر تقرير جادغسن قبل أن تعمنا الغبطة بوعود المليارات الآتية من باريس لا بد من استعادة سريعة لمؤتمرات الوعود المالية السابقة لأخذ العبر في بدء الحرب الأهلية انعقد مجلس الجامعة العربية ليقر دعما للجيش اللبناني لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية وقيمته مليار دولار فماذا كان مصيره؟ هالمساعدة بتصور كانت تتقرر بشي مليار دولار انصرف منه فقط 400 مليون دولار في زمن السلم النسبي أول تظاهرة دولية لمساعدة بيروت جاءت عام 96 من خلال مؤتمر أصدقاء لبنان في نيويورك مع مجموعة مساعدات قدرها 6 مليارات دولار هي كل مؤسسات التمويل الدولية عندها بتخصص مبالغ لتمويل الدول فجمعت كل شي موجود لصالح لبنان بدون زيادة وطلع المبلغ 6 مليارات دولار وهي طبعا بنصرف على عدة سنين يعني لو ما عملوا المؤتمر كان فيها المبالغ أساساً؟ المبالغ أساساً موجودة بس تظاهرة سياسية إعلامية كبيرة ثم انتهى باريس واحد من دون مساعدات نتيجة عدم التزام الحكومة اللبنانية الإصلاحات المطلوبة قبل أن يأتي مؤتمر باريس 2 بأربعة مليارات دولار طرفي رزمة كانت بحدود 3 مليارات ونص المصارف اللبنانية حط 3 مليارات ونص قرد بس بدون فايدة لمدة سنتين باريس 3 عام 2007 كان المؤتمر الأخير إثر حرب تموز عام 2006 ليقرم مساعدات بقيمة 7 مليارات دولار صرف نصف المبلغ حالياً فعلياً يعني بعد سيصيره 7 سنوات كان فيه شيء 3 مليارات دولار للدولة و3 مليارات دولار عبر النظام المصرفي للقطاع الخاص وزير المال الأسبق والخبير المالي جورج قرم يلفت إلى أن الهبات والقروض الخارجية تقترن بشروط لكيفية استخدامها من قبل الدول التي تستلمها منعاً للفساد وأحد أهم مكامنه المناقصات فكيف كان أداء الدولة اللبنانية؟ لأنه في مراقبة المناقصات صار بالماضي أنه رغم وجود قروض ميسرة كانت الحكومة تفضل ما تستعمل القرد ولو بـ 3-4% بتروح تتدين من السوق بـ 25-30% وبتصرفها على زوء وفي عندك يعني عنق زوزاجي اللي هو مجلس الأعمار اللي هو إذا بدك ممر إجباري لكل التمويلات الخارجية بطلب لبناني عم خارجي؟ إجاب التوافق يبدو بين البنك الدولي وبين الإدارة الجديدة للرئيس الحرير وتم تقوية صلاحيات مجلس الأعمار قرم يؤكد أن معظم المساعدات لها أهداف سياسية فهي لا تعطى إلا للدول التي تنتهج سياسات موالية للسياسات الغربية طارحاً تساؤلاً بخصوص مساعدة الجيش الأخيرة طيب ليش الآن الواحد بتذكر أن الجيش اللبناني بحاجة لسلاح؟ بدك تشوف أي ظرف سياسي بتجي أو فجأة 3 مليارات دولار وطبعاً في استذكار المساعدات لا يجوز نسيان طائراتنا اعتاد الجيش اللبناني على وعود دون تنفيذ أما بعدما قدم الجانب الروسي المساعدة بعشر طائرات ميك 29 فتغيرت كل الأجوار هذا هو المشهد الذي توقعه المر أما اليوم فهذه مدالج مطارنا وهذا مشهد سمائنا جاد غصن قناة الجديد السعودية والبحرين والإمارات تسحب سفراءها من قطر والدوحة لن ترد بالمثل في زمن الكلام عن كونفدرالية خليجية ترتقي بالتعاون إلى مستوى الاتحاد عادت الخلافات لتطفو على سطح البيت الواحد لا سيما في ظل احتدام جبهات المنطقة فما حاولت القمة الخليجية قبل أشهر لم لمته برعاية كويتية عاد وانفرط بقرار سعودي إماراتي بحراني مشترك بسحب السفراء من دولة قطر القرار غير المسبوق في تاريخ مجلس التعاون رفع النقاش بخصوص الكباش السعودي القطري وتحديدا في سوريا ومصر إلى مستوى آخر الدول الثلاث أصدرت بيانا أكدت فيه أن دوافع القرار المحافظة على أمن واستقرار دول الخليج أما السبب فهو بحسب البيان عدم التزام قطر بالاتفاقية الأمنية التي وقعت عليها في تشرين الثاني عام 2013 على أمل أن توضع موضع التنفيذ حال التوقيع عليها لكن ثلاثة أشهر مرت لم تتخذ فيها قطر الإجراءات اللازمة هذه الاتهامات هي في الواقع من أجل الضغط على قطر لدفعها باتجاه التبني الكامل لكل بنود الاتفاقية الأمنية التي تستوجب كما وضح البيان المجلس التعاون البيانة السليفية اليوم بتوحيد النهج الخليجي من جهتها اختارت قطر عدم التصعيد عبرت عن أسفها على قرار الدول الثلاث لكنها قالت إنها لن ترد بالمثل بحسب بيان أصدره مجلس الوزراء القطري أما الأبرز في الموقف القطري فرده أسباب القرار إلى قضايا أخرى خارج منطقة الخليج وأوضح البيان أنه لا علاقة للخطوة التي أقدمت عليها الدول الثلاث بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها بل إنها تتعلق باختلاف في المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون وفي أبعد من اتفاقية أمنية ثمت قضايا خلافية عديدة بين السعودية وقطر بدأت في اليمن حيث تتهم الدول الثلاث قطر بالعمل لتهديد الاستقرار السياسي والأمني لدول الخليج عبر تقديم الدعم المالي واللوجستي لجماعة الحوثيين في اليمن التي تتمركز على مشارف الحدود السعودية القضية الأخرى تتمثل في استقطاب ودعم الرموز الإخوانية في السعودية التي صنفتها المملكة بحسب الأمر الملكي الأخير جماعة رهابية استجابة لحظرها في مصر ثم تأتي مصر وما وصف هناك من قبل قطر بالانقلاب العسكري والأبرز يبقى الخلاف المحتدم بخصوص سوريا بين دعم قطري للإخوان وآخر السعودي للجماعات المتطرفة إذا لم يعلم قطر الموافقة أو التعاهد علنيا بالانتزام بهذه الخطوات سيبدأ خطوات تصعيمية أخرى يعني بإغلاق الحدود البرية وأغلاق المجال الجوي وربما حتى ألغاء عضوية قطر أو تجميل عضويتها في مجلس التعاون الخليجي دائما منذ سنوات طوال ونحن نتكلم عن التعاون الخليجي والاتفاقيات الخليجية المشتركة والمصير المشترك الخليجي الواحد ومثل هذه الخطوة بكل تأكيد لا تصب في مصلحة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وفي وقت يبدو أن السعودية ماضية في الحملة للضغط على قطر ينقسم المتابعون بين من يرى فيها مجرد ضغط لن يؤدي إلى انفراط عقد خليجي ليس في مصلحة أحد أن يحدث ومن يرى فيها معركة مفتوحة تذهب حد الضغط لإخراج قطر من مجلس التعاون وحتى من جامعة الدول العربية الجواب يبقى في جعبة الأيام المقبلة المعارضة السورية في حلب توزع كتبا على المدارس تتضمن مناهج تعليمية جديدة خلية من ذكر حزب البعث والرئيسين حافظ وبشار الأسد بعد لجوء المعارضة السورية إلى حذف النصوص التي تتناول رموز النظام من المناهج التعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها أقدمت أخيرا على طباعة مناهج جديدة وقد ألغت الطبعة الحديثة كل ما يمط بصلة إلى حزب البعث ورئيسين السوريين بشار الأسد وحافظ الأسد ووزعت حكومة الائتلاف الوطني المعارض بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ألاف النسخ من المنهاج التربوي الجديد على المدارس في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب مدرسة الجيل المسلم إحدى المدارس التي ما زالت مستمرة في استقبال التلاميث في المدينة وقد طلق طلابها النسخة الجديدة من المناهج ألاقي صور بشار الأسد ألاقي كلمات لبشار الأسد قوى القائد الخائد الحافظ الأسد هذا الشيء كله أنا ما بفيدني ولا حتى نحن بفيدنا بدنا شيء جديد أما الآن المنهاج هذا والحمد لله رب العالمين كله منهاج كويس فيه كلمات كتير يعني أفكار أفكار كتير كويسة ومنيحة عم نستفيد منها بالحياة عم نطبئ عم نتعلم قرآن والحمد لله رب العالمين وكمان يعني الأسد زي أولي كانوا ما يفاهمونا متل عادة يدين وضهرون يمشوا هلأ الأسد زي الله يعطيهم العافية فيه كتير توعية إنا فيه كتير أفكار عم نستفيد منها يعني عم نشرح أن الأستاذ يعني باسلوب كتير مميز عم نبص الفكرة للطالب يعني حاج كلمات بشار الأسد وحافظ أزاد شو هذا ما فيدنا يعني شو فيدنا نستفيد منه وضع التعليم في زمن الثورة اختلف تماما عن وضع التعليم في زمن النظام كان في زمن النظام يعتمد على تقديس العائلة وتقديس النظام وتكريس حزب البعث ولكن الحمد لله رب العالمين بعد الثورة انتهى هذا الكلام كله أصبح التعليم مناسب لوضع البلاد وتاريخ البلاد ودين البلاد وظرف البلاد في هذه الآوينة يذكر أن مناهج التعليم السورية كانت تتضمن نصوصا من خطب الرئيسين الحالي والسابق في دروس اللغة العربية أو الإنجليزية والفرنسية بعد ترجمة هذه النصوص وكانت مادة التربية القومية في جميع المراحل الدراسية تتضمن كذلك نصوصا خصصة لتمجيد السلطة والحزب الحاكم بعد الفاصل إسرائيل تضبط سفينة أسلحة أهلا من جديد في خطوة تحمل الكثير من التساؤلات حول مغزاها ديبلوماسي أعلنت الخارجية الأمريكية أنها أبلغت المندوبة السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أنه لا يحق له التحرك لأبعد من شعاع قطره أربعين كيلومترا حول نيويورك وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية جين بيساكي لقد سلمنا رسالة ديبلوماسية إلى الممثل الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة لإبلاغه بأن تحركاته تنحصر ضمن شعاع قطره أربعين كيلومترا حول مانهاتن نيويورك مضيحة أن الرسالة وجهت أواخر شباط الماضي وأن هذا الإجراء لا يشكل سابقة لممثلي دول تفرض عليها عقوبات أو لا تقيم الولايات المتحدة علاقات ديبلوماسية معها مزارع ريمة في قبضة الجيش السوري روسيا تعلن عن اتفاق لمواصلة المباحثات حول الأزمة الأوكرانية والولايات المتحدة تنفي وأخبار أخرى في بانوراما دولية استعاد الجيش السوري النظامي ومعه حزب الله سيطرته على مزارع ريمة المتاخمة لمدينة يبرود في ريف دمشق بعد اشتباكات عنيفة مع المجموعات المسلحة وتمكن من قتل عشرين مسلحا وأسر مئتين آخرين واستهدف الطيران الحربي السوري تجمعات المسلحين في يبرود المحاصرة وتناقلت مواقع الانترنت مقاطع فيديو قالت إنها صور العملية الخاصة التي نفذتها وحدات من الجيش السوري وعناصر من حزب الله وأدت إلى مقتل العميد السوري المنشق أسعد الخطيب وهو قائد عمليات في الجيش السوري الحر في يبرود وفي الغوطة الشرقية نفذت قوات من الجيش السوري وحزب الله كمينا استهدف رتلا عسكريا كان يضم مسلحين من ميليشيات جيش الإسلام التابعة للجبهة الإسلامية قتل خمسون منهم أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن اتفاقا جرت توصل إليه بين موسكو وباريس وواشنطن وبرلين ولندن والاتحاد الأوروبي على مواصلة المباحثات حول الأزمة الأوكرانية في الأيام المقبلة مستمعلمات عن أن لافروف غادر وزارة الخارجية الفرنسية من دون أن يلتقي نظيره الأوكراني في المقابل نفى مسؤول من الخارجية الأمريكية أن تكون الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاق مع روسيا لمعالجة الأزمة في أوكرانيا قائلا بعد لقاء بين لافروف ونظيره الأمريكي جون كاري لم يحصل اتفاق خلال هذا الاجتماع ولن يحصل اتفاق أبدا من دون مشاركة مباشرة للحكومة الأوكرانية ميدانيا صرح متحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية أن القوات الروسية سيطرت جزئيا على قاعدة لإطلاق الصواريخ في إفباتوريا غربي القرم أعلن جيش العدو الإسرائيلي أن البحرية الإسرائيلية احتجزت سفينة في البحر الأحمر تحمل عشرات الصواريخ المتطورة المصنوعة في سوريا كانت في طريقها من إيران إلى جماعات فلسطينية في قطاع غزة وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أن القوات الإسرائيلية صعدت إلى السفينة في أثناء إبحارها في المياه الدولية من دون مقاومة من الطاقم في عملية معقدة وسرية معلنا أن القوات عثرت في السفينة على عشرات الصواريخ التي يمكنها أن تصل إلى عمق إسرائيل إذا أطلقت من غزة وإلى جوارها أكياس إسمنت كتب عليها بالإنجليزية صنع في إيران أما إيران فنفت على لسان مسؤول عسكري المزاعم الإسرائيلية معتبرة أن ذلك يأتي لتبرير الحصار المفروض على القطاع بعد الفاصل منقسمون على مفهوم المقاومة ودورها أهلا بكم من جديد وزير حزب الكتائب سجعان قزي يؤكد في مقابلة مع الجديد أن لا انقسام بخصوص المقاومة إنما الانقسام بخصوص دورها وحدودها وعلاقتها بالدولة توقفت عجلة البيان الوزاري عند المقاومة وبحسب أعضاء اللجنة الوزارية الجميع يريدها إنما كل وفق صيغة تناسبه وكل منها تتناقض والأخرى أوساط وزارية في الثامن من أذار تقول الأسباب التي حتمت قيام المقاومة ما زالت قائمة من عدوان وأطماع واحتلال والسياسات التي ارتكزت على مبدأ قوة لبنان في ضعفه والرهانة على العلاقات الدولية أثبتت فشلها أما الفريق الآخر فلهم مقاربة مختلفة لسنا منقسمين حول كلمة المقاومة إننا منقسمون حول مفهوم المقاومة ودورها وحدودها نحن لا نقول بأن الشعب اللبناني لا يحق له أن يقاوم نحن في حزب الكتائب قاومنا في السبعينات وفي الثمانينات بدون الدولة لأن الدولة كانت أكثر من غائبة كانت ترفض المشاركة في تحرير لبنان وفي الدفاع عن الناس وعن المناطق أما اليوم فلدينا دولة بغض النظر عن مدى قدرتها العسكرية لديها القرار السياسي والإرادة الوطنية وقدرات عسكرية ذاتية وشرعية لمواجهة كل الاعتداءات عند الفريق الآخر فإن لبنان لا يزال في حالة حرب على إسرائيل حتى إن القرار رقم 1701 اكتفى بذكر وقف الأعمال العدائية وتستند الأوساط الوزارية في الثامن من أذار إلى البيانات الوزارية السابقة التي أكدت حق لبنان في المقاومة خصوصا مع عدم توافر إمكانيات عند الدولة اللبنانية نحن نريد أن يصدر القرار من خلال مشاورات تجري بين القيادات اللبنانية الأساسية لأن نحن في لجنة البيان الوزاري نمثل مرجعيات وطنية هذه المرجعيات يجب أن تتفق على ابتداع صيغة لا أقول لغوية إنما صيغة سياسية تضمن انطلاقة الحكومة وإنجاز البيان الوزاري هل سيتضمن البيان الوزاري إشارة إذا علينا بعضنا؟ سيتضمن البيان الوزاري حتى الآن إشارة إلى ما صدر من مقررات عن هيئة الحوار الوطني التي انعقدت في بعبدة وكما نعلم لم يصدر عن حوار بعبدة سوى وثيقة واحدة وإعلانا واحدا هو إعلان بعبدة إذن إعلان بعبدة وارد في البيان الوزاري بطريقة معينة وجمع الأطراف وفقت على هذا الطرح؟ نعم وتذكر الأوساط الوزارية عينها أن الدولة كانت المرجعية دائما والدليل أنه بعد عام 2000 كانت السلطة للدولة في المناطق المحررة باسل العريضي قناة الجديد رئيس مجلس النواب يعيد التأكيد على مسألة المقاومة وأنها من الثوابت عمال شركتي الغاز في اعتصام لليوم الثالث على التوالي مجلس المطارين الموارنة يدين الاعتداءات الإسرائيلية وأخبار أخرى في هذه البانوراما المحلية نقل النواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه برري أنه إذا أبدى البعض مرونة في مناقشة البيان الوزاري فسنكون أكثر مرونة لتسهيل إقراره مع التأكيد على الموقف المبدئي في موضوع المقاومة وهو موقف ثابت وليس تكتيكيا أقرته وتقره كل المواثيق الدولية ووزع برري مستندات ومقرارات الأمم المتحدة والتي تؤكد حق الكفاح المسلح ضد المحتل وأشار النواب أنه إذا انقضت المهلة دون إنجاز البيان فنحن ذاهبون باتجاه حكومة تصريف أعمال واستشارات نيابية جديدة دان مجلس المطارين الموارنة الغارة الإسرائيلية الأخيرة على لبنان وأعرب عن توجسه من الأخبار الواردة من سوريا حول التعديات على المسيحيين كما استنكر المطارنة الحملة ضد رئيس الجمهورية يدين الأباء بشدة الغارة الإسرائيلية الأخيرة على لبنان والتعديات التي تمارسها إسرائيل باستمرار على سيادة الدولة اللبنانية كما يجبون بقوة القصف الذي يطال المناطق اللبنانية من الجانب السوري واستباحة الحدود مع السورية لليوم الثالث على التوالي وصلوا عمال وموظفوا شركتين الغاز في الأزاع تحركهم وقطعوا الطريق لفترة قبل أن يعاودوا فتحها وذلك تنديدا بقرار وزير الداخلية إقفال الشركتين تحسبا لوقوع أعمال نرهابية وقد تخوف العمال من أن قرار الإقفال سياسي أكثر منه أمني يا سمحت السيد حسن نصر الله يا حفيد رسول الله يا حفيد رسول الله رسول الله كان مع الضعفة والفقراء مش أنت حفيده لرسول الله نحن ألف وحد ضعفة وفقراء وينك عنا يا دولة الرئيس نبيه بري يا دولة الرئيس نبيه بري في ألف وحد بدون يعدوا براكل وشو مصيرهم افتتح رئيس شبهة النضال الوطني النائب وليد جمبلات في مبنى وست هول في الجامعة الأمريكية في بيروت معرض كمال جمبلات 1917-1977 بدعوة من إدارة المكتبات في الجامعة وتم عرض وثائقي عن حياة الراحل كمال جمبلات ثم كانت جولة في أرجاء المعرض توضيح لموارد في الفيلم الوثائقي إذا كان كمشامون كان عدوا لدودة صحيح لكن كان عدوا لائفاً وأنا ذاك الزروف السياسية برغماني ثلاثي ومشروع زنهوار أدة لحرب من وخمسين ثانياً فؤل الشاب رفض التمديد وكان من القلائل إن لم نكن الوحيد الذي رفض التمديد ومثل الحي شهداء الذين سقطوا في ستة حضار من الأبرياء المئات من المسيحين الأبرياء أيضاً قضوا في هذا النهار المشروع التقى وزير الداخلية نهاد المشنوق عدداً من مشايخ هيئة العلماء المسلمين على رأسهم الشيخ سالم الرافعي الذي رأى أنه إذا كانت الدولة عاجزة عن اعتقال علي عيد فعليها أن تعتذر من أهل السنة حملة لإزالة تعديات على الشبكة الكهربائية في حي السلم انطلقت حملة إزالة التعديات عن الشبكة الكهربائية في منطقة حي السلم فقد قامت شركة نيو بمؤزلة شركة كهرباء لبنان بحملة نزع التعديات وقمع المخالفات ونظمت محاضرة بحق المخالفين هذه تعليقة من التعليقات اللي لقناها إذا بتلاحظوا شغلها ممكن فيه عداد راكب محل هذه الشريط المعلى والسبب أنه علامة أخراط اضطرت الشركة تنزع له العداد لأنه ما دفع المتأخراط لعلى اضطر يأخذ كهرباء مباشر نتمنى على المواطنين ينزلوا يراجعوا المؤسسة وشو عليهم متأخراطي يصالحوا عليها لحتين يركبهم العدادات كثير جيدة وكثير مليحة لأنه يوم منضوئ عشرة ما منضوئ من وراء التعليق بيكون قاعد بها داك الحاي بيأخذ من هيدا الحاي إذا بتنقطع هونيك وبتجي هون بيأخذ من هيدا الحاي لها هناك كله تعليق بتعليق عم تنقطع لأميات تنتزع الساعات بتكون الساعة لعشرين بناية صار فيه بالحاي بظلان 500 بناية الساعة ما عايش عم تتحمق عم تضلك تاكتك أما عم يحترق ترانس طبعا انت يا حاجي أنا قابليني هالشي ايه ما في الشك يعني ما عندك مانع لا 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 لاش بدي يكون عنده مانع لاش بدي يكون عنده مانع للترباع الحاي سيرئين ناس ما عم تدفع ولا فرانك وناس عم تدفع 150 و 200 ألف بالشهر لما عم تجي عليهم فاتورة الكهرباء بالمئة أهل عم تجي فاتورة 150 ألف وغيري عنده بنيات بالاش لاش بدنا نمر إلى فلان ولفلان ولفلان كلهم يشيلوهم مش ناس بده تتفع 150 ألف بالشهر وتتفع اشتراك 180 ألف بالشهر وناس تضو ببلاش عياد هكنا ما جايين لعندك ايه شرفه جيبوا القوى الأمنية واللي بدهوا يطلع صوته قسروا له اياه وينهم خلوه قلتوا قلتوا خلوه شيلوه مش هوه مش هوه بسمنة وخيره بذات نحنا هلأ بالمحطة الرئيسية اللي بتغزي المنطقة مثل ما عم تشوفه هيدا الديجنتر كل يومين عم نركب واحد جيت شوفه شكله جيت 1,600 أمتر كل يومين عم بيحترق بسبب كسافة التعليق والتعدي على الشبكة صرنا مغيرين هيدا الشهر ثلاث ديجنترات مثل ما عم تشوفه نتمنى على المواطنين ينتبوا لهذا الموضوع لأنه أكتر شيء نحنا آخر مرة يمكن نعادل على العتم هنا مخطة يمكن نلغيها وما عاش نضوه نتمنى على المواطنين ينزعوا التعديات أم نحنا بدنا يحلق ضوه وأكدت الشركة أنها مستمرة بحملتها في كافة المناطق الواقعة تحت نطاق عملها في صيدة شب حريق في مسجد الروضة الكائن عند مدخل حي الستنة فيسا في محيط وسط المدينة وأتى الحريق الذي اندلع في الطبقة الثانية من المسجد على محتويات مكتب إمام المسجد الشيخ عبدالله البقري وغرفة التحكم الملاسقة له فيما نجت عائلة سورية نازحة مؤلفة من خمسة أفراد بفضل فرق الدفاع المدني التي حضرت إلى المكان وعملت لإخماد نيران وحضرت أيضا عناصر من قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقا في الحادث وأجر استدعاء حارس المسجد لاستكمال التحقيقات في أسباب الحريق خصوصا بعد العثور على سلم حديدي موضوع باتجاه غرفة إمام المسجد فيما التقطت كاميرا مراقبة عائدة لمبنى الزعتري القريب صورة لشخص يضع السلم في ذلك المكان ويستقله ثم يخرج والآن نكون مع أبرز عنوين الصحف الصادرة اليوم في بيروت الخميس ستة أدار 2014 ونبدأ مع النهار وفي عنوينها اختلفوا على أوكرانيا واتفقوا على لبنان مجموعة الدعم تتمسك بإعلان بعبدة مظلة كاري يعلن التوافق على مواصلة المشاورات المكثفة مع روسيا وأوكرانيا الأطلسي يعلق مبادرات مع موسكو ويعزز التعاون مع كاذ محققون الكيميائي المستخدم في سوريا من مخزون الجيش ننتقل إلى عنوين السفير وفيها مؤتمر باريس يرصد الأهوال وأربعون مليون دولار الكبار يحيدون لبنان إلا من النزوح المليوني أيضا في السفير صفعة ديبلوماسية قطر تواجه عزلة خليجية سفينة الصواريخ رواية مهتزة للاتهامات إسرائيل تؤكد وأمريكا تؤيدها وإيران تنفي الفبركة في الأخبار لهذا اليوم إسرائيل تعترض صواريخ سوريا إلى غزة وتتهم حزب الله بالعمل في الجولان مفاجأة كاري لي سليمان انشقاق أمير أما في الأنوار مؤتمر دعم لبنان في باريس يجمع الأمريكيين والروس السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر احتجاجا غارات سورية على جرود عرسال وصواريخ تسقط بمحيط النبي الشيت إسرائيل تتحدث عن إطلاق نار في الجولان غزة في رواية إسرائيلية عن مصادرة سفينة صواريخ في عنوين الديار أولاند وكاري ولفروف ورؤساء ومؤتمر دعم لبنان في باريس سليمان اللاجئون باتوا يشكلون خطرا وجوديا وأولاند سنجمع الأموال لتأمين الاحتياجات البيان الختمي دعم سياسي ومالي وإجماع على انقاذ الاقتصاد وتأمين السيولة للبنان لفروف تواثقنا وواشنطن على الحل في أوكرانيا الولايات المتحدة تنفيئي اتفاق مع موسكو هيل دخل على خط المعالجة بري مهلة الشهر ساقطة مصادر سلام متفائلة في عنوين المستقبل سليمان يحذر من أزمة وجودية بسبب النازحين والمطارينات الموارنة يرفضون التطاول عليه إعلان بعبد نجم مؤتمر باريس السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر لم تلتزم بالاتفاقات بين دول التعاون الخليجي ننتقل إلى عنوين البناء وفيها أوباما يريد اطمئنان روسيا لنصرها والبيان الوزاري انتظر باريس إسرائيل تعربد جواً وبحراً ومذعورة في البر أزمة الإخوان وقطر تفكك مجلس التعاون الخليجي انطلاق محادثات فيينا بين إيران على مستوى الخبراء ضريف حل القضية النووية رهن بالإرادة الجدية الأسد الوضع الميدني تحت السيطرة وفتح جبهة الجنوب تهويل أما أبرز ما جاء في صحيفة اللواء يوم لبناني في الإليزي خارطة طريق للإنقاذ تفاؤل بالتوافق على البيان الوزاري والحريري على خط معلاجة أزمة معامل الغاز أول تدعيات القرار تهاوي بورصة قطر السعودية والبحرين والإمارات تسحب سفراءها من الدوحة النظام يحول يبرود أرضاً محروقة في عنوين البلد لهذا اليوم إلى الرئيس والحزب ريسالتان من بكركي العالم ينتصر لإعلان بعبدة والبقاع يكتوي بالنار السورية الأمم المتحدة الدول الكبرى مسؤولة عن الجرائم في سوريا توافق أمريكي روسي حول كياذ في عنوين الجمهورية تضامن دولي مع لبنان ترف التمديد وأدغال المنطقة سيقول أجرى فريسة سجناء رومي أما في عنوين الحياة الدوحة لا ترد بالمثل ومطالبة أمير الكويت بالتوسط والسفير العيفان يعود إلى الرياض اليوم السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر كيف تبدأ درس مشروع قانون تعارضه مسكو للانضمام النيتو وتعثر تنظيم لقاء روسي أوكراني في cheap كيف تبدأ درس مشروع قانون تعارضه مسكو للانضمام إلى النيتو وتعثر تنظيم لقاء روسي أوكراني محاولات أوروبية لإيجاد حل لذراء تظاهر دولية لدعم لبنان والجيش وأخيرا مع عنوين الشرق الأوسط وفيها بيان ثلاثي عاتبت دوحة لامتناعها عن مراجعة سياساتها قطر تأسف وهبوط في سوق أسهمها بنسبة 2% ثماني ساعات ساخنة وثلاث مهل سبقت سحب السفراء من قطر فشل اجتماع باريس وأوروبا تتجه لعقوبات ضد روسيا إسرائيل أكدت أن الوجهة كانت إلى غزة احتجاز سفينة تحمل أسلحة قرب بورت سودان كان في النشر مؤتمر باريس يجديد دعم لبنان ويطالب بانتخابات رئاسية وبرلمانية في مواعيدها السعودية والإمارات والبحرين تسحب سفراءها من قطر والدوحة لن ترد بالمثل في الخاص المساعدات الدولية بين الأموال الضائعة وطائرات الميغ ليش الآن الواحد بيتذكر أنه جيش اللبناني بحاجة لسلاح نجح لم ينجح الاتفاق الأمريكي الروسي حول أوكرانيا هذا كان كل شيء في نشرتنا الصباحية من قناة الجديد شكرا لمتابعتكم وإلى لقاء عند العشرة والنصف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة